نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداول من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفى تلك الأنباء مشددة على أنه لا يتم فرض أي ضراء بجديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس الواب وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية ما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضربية جديدة على المواطنين